أصابع الاتهام تشير من جديد إلى تورط قطر في دعم الإرهاب حسب صحيفة تايمس البريطانية الدوحة تستخدم بنكاً بريطانياً تابعاً لها من أجل تمويل منظمات مرتبطة بجماعات إرهابية في المملكة المتحدة الصحيفة تقول إن مصر فريان القطري يقدم خدمات لمنظمات متهمة بدعم التطرف والإرهاب ووفقاً للتحقيق الذي قامت به الجريدة البنك القطري له علاقات بأصوات متشددة ومن بين هؤلاء العملاء جمعيات تعمل تحت مظلة العمل الخيري خضرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانات إرهابية وجمعيات تدعم متشددين ومتطرفين ومسجد يديره أحد قيادي حركة حماس الفلسطينية تضم قائمة الزبائن التي يدعمها البنك القطري كذلك أربع مؤسسات مشبوهة تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد لكن ذلك لم يمنع القطريين من التعامل معهم خدمة لأهداف الدوحة ويؤكد تقرير صحيفة التايمز أن أربع مجموعات أخرى تتعامل مع بنك الريان تخضع في الوقت الحالي لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا لندن تشتبه في علاقة هذه المجموعات بأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي القضية بدأت تثير جدلا في الأوساط السياسية البريطانية إذ قال نائب من حزب المحافظين أنه سيثير المسألة مع وزير الداخلية بصورة عاجلة هذه ليست المرة الأولى التي تلفت فيها وسائل إعلامية دولية إلى علاقة قطر بالتطرف والإرهاب فقد سبق أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تورط قطر في العديد من التفجيرات التي شهدها الصومال مؤخرا